عبر إيمانويل مكرون الرئيس الفرنسي عن شكره لمصر لجهدها المبدولة منذ 7 من أكتوبر الجاري كما حي مكرون ما تفعله مصر بشأن المساعدات المقدمة لقطع غزة أود أن أحيي ما تفعله مصر لسكان غزة اليوم لقد تكلمت عن هذا الموضوع بالأمس وصباح اليوم مع جلالة ملك الأردن وهو ملتزم بقوة عن طريق مستشفى تعمل الأردن على حمايته وضمان استمراره بالعمل وتكلمت عن هذا الموضوع أيضا مع رئيس وزراء نيتانياهو ومع الرئيس محمود عباس لوصول أن ساعدت الإنسانية فرنسا أصرت على وصول المياه إلى غزة بدون أي عقبة وإعادة تزويد القطاع بالكهرباء وبالتالي سوف نستمر بهذا العمل الملح والطارئ وصباح اليوم كان لي نقاش مع ممثلين عن الأنروا وقالوا لي أن الوضع حرج إذن هذا هو الوضع الذي نريد أن نجد حلا له بالعمل معكم وإلى جانبكم كما تعرفون فرنسا تعمل لدعم هذا الجهد إذ نقدم مساهمة عالية للأنروا لقد في الأسابيع الماضية زدنا مساهمتنا للأنروا بقيمة 10 مليون يورو لمصلحة الشعب الفلسطيني وبتنسيق وثيق معكم نريد استخدام الدروب المفتوحة انطلاقا من مصر موسيقى